وبعد أحبتنا ما زلنا نعيش في وصايا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام ونحن نعيش في هذه الوصية رقم 85 من وصايا رسول الأمين صلى الله عليه وسلم وأنا أتكلم من حضركم بارح وعدتكم أننا أعمل حلقة عن العبادة المفقودة وهي المراقبة يا ترى لماذا؟ لأننا أتكلم من بارح من حضركم كلمة أن الإنسان يحب الحياة أن الإنسان يحب الحياة ويعمل في هذه الحياة ويعمل لوجه الله سبحانه وتعالى ويعمل إرضاء لله سبحانه وتعالى ويسير على منهج الحق سبحانه وتعالى ومتبعا لمنهج سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة يكون من السعداء وفي هذه الحالة يكون من الفائزين وفي هذه الحالة يكون من الناجين الناجحين بإذن الله رب العالمين لكن لا يمكن أن يكون الإنسان محبا لهذه الحياة ولا أن يعمل في هذه الحياة إلا إذا راقب الحق سبحانه وتعالى إلا إذا راقب الله سبحانه وتعالى ليه أنا قلت العبادة المفقودة كثير مننا كثير مننا يعني من تلهي هذه الحياة وهذه الدنيا تأخذه في بوطقاتها وفي سعيها وفي عملها وفي شغلها وفي كتحها فيريد الإنسان أن يأخذ وأن يجني منها كل شيء أو معظم الأشياء فيغفل الإنسان عن ذكر ربه أو عن النظر إلى الحق سبحانه وتعالى يعني بأن الله مطلما عليه وأن الله ناظر إليه فهذه الغفلة تجعله يسرق أو يزني أو يقتل أو يشرب المخدرات أو يفعل المنكرات أو يبيع هذه أو يستحل هذه أو يتاجر في هذه أو يأكل الميراث أو يأكل حق إخوته أو يظلم الجيران كل هذه المبيقات وهذه الكبائر ليه؟ لإن الحياة لهتوة فأصبح مجغوفا ومجغولا بها بهذه الحياة فسيطرت وهيمنة الحياة عليه فلما سيطرت وهيمنة الحياة عليه نسي أن الله مطلع عليه أن الله يراه أن الله ينظر إليه لأنه لو عاش في هذه الحياة محبا لها وناظرا فيها ويسعى فيها ويجني من ثمار هذه الحياة وهو مراكب لمولاه كان هذا السعي وهذا الجن وهذه القطوف التي يكتفها من هذه الحياة جاءت من حلال ترجمة نانسي قنقر